التقدير وكل الاحترام نهاردة هبدأ بموضوع كلكم كنتم بتقولوا لا فيلر مش عاوس حارس مارمة فيلر قال انا مش عاوس حارس مارمة طلع مبارح بالامس المهدي سليمان بعظمة لسانه اظن مع اخوي الاعلام الكبير اسف زاهر المتقلق والمبدع وعنده حلقة رائعة يوم الحد اللي جاي مع الماجري مصطفى عبدو مع الماجري مصطفى عبدو حلقة تتفرج بقى على الماجري وحكايات الزمن الجميل اللي بقى له سنين طويلة ما بيطلعش على الشاشة وتشوف الاصالة والرجولة والجدعانة والشهامة الماجري دا تعرض عليه ان ينزل نائب في قايمة غير قايمة الكابت المحمود الخطيب قال لهم انا ماينفعش ابقى ضد زميل ضد الراجل اللي كنا بالنمع الاسري محللش حتى نفسه من عاطفته انه هو يعني ايه انا مش نازل رئيس ابن الخطيب لا دا انا بقى نازل نائب في قايمة تانية غير قايمة الخطيب قال لك ماينفعش هما متواصلين مع بعض وعلاقتهم زي الفل بفضل الله وغالبا لسه جايلكم بس بعد شوية يعني في قناة الاهلي هيبقى فيه تطورات كويسة في الفترة اللي جاية لكن الاهم ان فيه حلقة للماجري يوم الحد اللي جاي مع الاعلامي المحترم والموهوب والمتقلق سيفزان والحلقة دي وافق عليها كابتن مصطفى بعجوبة ما بيحب الشيط له اصلا واكم من دعوات محلية وعربية جات له وهو كان يرفض الظهور في اي قناة مهما كانت الاغراءات المهم انبالح المهد اسليمان اعترف رسميا بتلقيه عرض من الناد الاهلي لحراسة مرمى وان الكلام كان مع ميده حزين وليس معه مباشرة وان ميده حزين وكيل قال الكلام ده على الهواء بقول الكلام ده لان انا لما كنت بتكلم في موضوع احمد الشناوي فالناس يقولوا لا الاهلي مش عاوس حارس مرمى وفايلر مش عاوس حارس مرمى من ضمن الخلافات بين فيلر وبين لجنة الكورة هي باجي كهرباء ثم حراسة المرمى وجايلكوا في الباقي يعني ايه في حراسة المرمى قال لك انا مش عاوس حارس بعد ما هم اتفقوا بعد ما قدرت النادي اتفقت على كل الاراء ما احمد الشناوي اللي بقولوا ده معلومات مش تكهنات ما احمد لكن فيلر بقول لا لجنة الكورة ما زالت مصممة على حارس مرمى الكلام اللي قاله المهدي سلمان مبارح اللي ما يعرفوش المهدي ان لجنة الكورة لما جدت فاضل بان المهدي سلمان المؤدب المتقلق المبدع اللي الساكن اللي عنده طموح اللي عنده رغبة جامحة في تحقيق طموح ليه وحفر اسمه زيه زي ابو جبل اللي ما خدوش فرصتهم في اقل وزمالك غير مؤخرا ابو جبل ابدع مع الزمالك واتقالق مع الزمالك والمهدي سلمان دلوقتي مع برامد زي شاي البرامد فلما جي الاسمين يضطرحوا على لجنة الكورة كان الكلام على موضوع مهم جد السن لجنة الكورة شافت ان المهدي سلمان سنه كبير 33 سنة 33 سنة موليد 8 يونيو 87 87 احمد الشناوي كم سنة 29 سنة ف14 مايو الجاري يبقى 29 سنة فاخترت احمد الشناوي واخترت احمد الشناوي جمان نظرا لخبراته الدولية وعدد الساعات اللي احتكي بيها ووضعه تحت ضغط مع الزمالك ومع منتخب مصر اي نعم ساعات لما الضغط ييجي كبير عليه يقولك عندي اسهال وعاوز اخش الحمام او عندي اصابة او يمسك الخلفية او بتاع ويخلع من المطش لكن في الاخر اللجنة اخترت احمد الشناوي ولازال يصر مستر فيلر على رفض التعاقد مع حارس مرمة واعارة علي لطفي او مصطفى شبير ومتمسك بي الاتنين اللي معاه مع محمد الشناوي والاهلي بقوله انجيبولك تلعبه ما تلعبوش باقرارك وده حارس عنده خبرات وحارس دوري هو ما زال مصر وده نقطة خلاف في العلاقة بينه وفايلر ربما مأجل التوقيع على العقد بسبب بعض الخلافات على بعض الامور الخلاف الثاني الخلاف الثاني ان ادارة النادي الاهلي وادارة التعاقدات انهت كل شيء مع رجب بكار باقي بس تخش مع برامدز تتخلص الدنيا وتجيبه وهو كان معجب براجب بكار فيلر كان معجب براجب بكار وقال عليه كويس ثم اكتشف انه قصير سنة فيبقى في التغتير العكسية ما بيقومش بدور كويس فقال لك مش بيحب القصير اوي كده وما هوش وتد يعني مش عارف ايه يعني وخد بالو ان السنة 31 سنة فمتردد في التعاقد معاه بعد ما لجنة الكورة قالت ان ده احسن باقي رايد في مصر بعد احمد فتحي وهو وعمر جابر بيخشوا في بنفس مع بعض بداية ان كل من هما يلعب على الاخر وان عرضياته متقنة وانه ناشف حتى عن عمر جابر زي ما اللجنة قالت ففضلوا للتفاوض مع مين مع رجب بكار والاتفاق معاه خلصوا كل شيء معاه ومضى رجب بكار وكل شيء زي الفل فيلر تراجع مش رافض بقى تراجع عن ضم رجب بكار حتى الاه وقال لك ممكن يلعبها محمد هاني بيلعب اساسي ممكن حسين الشحات يلعبها ممكن رامي ربيع يلعبها ممكن احمد اسمه اي ده احمد توفيق هو كان معجب جدا باحمد توفيق ووقع مع الاه ووقع مع الاه وممكن لو جيب اهر المحمدي بيلعبها فمش عاوز الحتة دي وعند اللي يلعبوها في المنطقة دي التاني حاجة اللي ممكن اهلعب بتلاتة وافرد ورا او اتنين يعني عنده اشكال فنية لو غاب محمد هاني انه يغطيه احمد توفيق الصفقة اللي قلتلكوا عليها انه مضى يوم 9 فبراير مع عدل القيع وانه هو خلص كل حاجة دي معلومات لا تقبل النقاش مضى العقد يتفعل او ما يتفعلش ده موضوع تاني العقد يتفعل او لا يفعل ده موضوع تاني مش موضوع انا مش موضوع انا خالص دوري ان انا اقول ان ده مضى اجيب لك المعلوم اكم من عقود مضاها عدل القيع وكتعنده في الدرج وما تنفذتس يا نهاري السوح النهاردة 388 حالة ايجابية فيروس كورونا التف بنا يا رب التف بنا احنا كده راحين للالف بسرعة ما انت لو عدت الخمسمية خلاص هتلاقي جاري شغال 388 حال التف بنا يا رب التف بنا يا رب لما ارفعنا الوباء والبلاء فهو كده تراجع عن رجب بكار انا بقول لكم الحاجات اللي عليها خلاف ماشي فتراجع عن رجب بكار حاجة تانية لجنة الكورة من خلال الكابتن المحترم زكريا ناصف عدو لجنة الكورة واحد مهاجيم النادي الاهلي واللي ختم حياته في نادي الزمال ورجع للنادي الاهلي لعبا والعلاقة طيبة مع كل الناس لدرجة انه يتقلد هذا المنصب المهم وفي مراحل كتيرة جدا كان اسم زكريا ناصف يطرح طبنا المرشحين لوزارة شاب والرياضة فزكريا ناصف كان طارح عودة كوكة احمد حسن كوكة طول وهيبة وحكاية ورواية ويلعب للنادي الاهلي وعمر وردة وعمر وردة وتناقشوا في لجنة الكورة حول هذا الامر وكان رد الادارة واضحا ان اللي هرب ما نجبوش واللي مش محبوب جماهيريا نظرا لفعل مشين ما نتفوتش معا ده امر ما كانش وصل الى مستر فيلر موضوع عمر وردة وكوكة لكن الاتنين فتحهم كابت زكريا ناصف والاتنين اترفع اللجنة متحمسة لعودة صلاح محسن ولكن فيلر غير متحمس بالمرة لعودة صلاح محسن قال لك هادي بقى بارد البارد يعني يعني ما عندوش حمية ولا غيرة ولا عندو رغبة ان يعمل حاجة وكلام منه عشان كده صلاح محسن غالبا هيتم تجديد اعارته لمدة موسم مع سموح رفض كل المحاولات مستر فيلر رفض كل محاولات لجنة الكورة للضغط عليه لمنح فرصة جديدة لصالح جمعة رفض كل المحاولات لمنح فرصة جديدة لصالح جمعة قال لك خلاص وايضا يرفض كل الضغوط لاعادة وليد ازار قال لك اللي يمشي جود باند جود لك طالما شدنا مع بعض والهبة سقطت ويعني ما احترامش ومدربه يبقى خلاص ما ينفعش يبقى معاي مهما كان هو نجب فرافض عودة وليد ازارو وليد ازارو زي ما قلتلكم ان هو وحيد خلالو زيتش المدير الفن منتخب المغرب قال له ان الاولية للمحترفين في اوروبا فهو بيبحث عن مش بيبحث وعنده عروض اوروبية كتيرة مجاهز هالو جون ادوارد الثالث عشر وكيلو والدنيا بس تبان ملامح الكورة هتلاقي الأمور بتخلاص بسرعة الأمر الآخر بالنسبة لمحمود وحيد الراجل قال لك يعني لو له فرصة في حتة تانية يلعب موسم كمان يلعب انا عندي في الحتة دي معلول وعند اي من قشر ولو جالي باهر المحمدي هيبقى الحتة بتاعت وارا دي مش بحتاج فيها اي من قشر فما فيش مشكلة ان يروح محمود وحيد اعارة لمدة موسم احمد الشيخ اللجنة بتقول له يعني خليه هو وشيرالد قال له ما خليه احمل بهم ايه احوش عندي فاحمد الشيخ استنفس كل الفرص الممكنة والمتاحة واللي ممكن نحصل عليها اي لعيب كرة داخل النادل ايه اه كان بيمشي من النادل ايه يتقلق يجبوتان يمشي يتقلق يجبوتان بس المرة دي يبدو انها ستكون استمارة ستة بيلا رجعة في مع اعلان نهاية الموسم وغالبا غالبا 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 النية تتجه الى الالغاء النية تتجه الى الالغاء معزي رغم في الدوري رغم ان النية تتجه الى الانفتاح في الحياة الطبيعية في الدوري الناس الان انك انت ممكن تلعب بتاعة 4-5 اسابيع وتظهر حالتين تلاتة او بتاع فتهد المعبد تاني والناس اللي تبقى متحمسة اه اه كده مهم فدي الامور بتاع مستر فيلر اه اه يبقى وليد ازار احمد الشيخ جيرالدو محمود وحيد صالح جمعة دول الراجل اه يعني بيأمن هم ما يكونوش موجودين ورجع ببكر الخلاف في وجهات النظر واترجع عن شراءه بسبب مدة اه سن واحدة تين سنة حسام عشور واحمد فتح وشيف اكرامي مش هما كمان بالنسبة للناس اللي راجعة احمد توفيق في مقدمتهم عمار حمدي محمد شريف اه الراجل متحمس لهم جدا ومتحمس جدا لاحمد توفيق دي الامور اللي علاها خلافات بين مستر فيلر ولجنة الكورة لكن مش معنى خلافات ان فيه صدام معنى خلافات انها وجهات نظر وفي الاخر اللي بيمشي خرار فيلر لكن احيانا الادارة تقول له ان هجيب لك حارس المرمى ده وخليه عندك تلعبه ما تلعبوش خلاص لان النهاردة كمان فيه صعوبة ان احمد الشيناوي يروح للمصر لان المصر ممنوع من القيد لمدة فترة طيل فمعنى كده ان الرسالة وصلت لان احمد الشيناوي ان الراجل رافضك وان اللي كان متواصل معاه خفف المسألة اكرم توفيق هيرجع من الاعارة من الجولة واحمد توفيق مضى للاهلي في 9 فبراير يفعله العادة او ما يفعلهوش مش موضوع طيب عاوز انتقل بكم من هناك الى هناك من الاهلي الى الاهلي من الكرة الى القناة قناة النادي الاهلي النهاردة في صورة رهيبة عند بعض الجماهير وغضب شديد جدا وقارد بصت الصراحة على صفحة اهلوية انا يعني من وقت اللي التاني ببص عليها صالح السليم كلنا صالح السليم لانها كان لها موقف سياسي مهم في ادارة محمود طاهر وكانت ضده وكانت دعمها لكابت محمود الخطيب نهاردة لقيتها قلب الدنيا على ان ايهاب الخطيب جي رئيس لقناة النادي الاهلي لانا عاوز اقوله كلام مهم جدا عشان بس الناس ما تحملش الخطيب ما لا يطيق واحد ليس من حق محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اختيار رئيس قناة النادي الاهلي خد بس مني كده بالراحة واحكي لك كل حاجة عشان ما تنفعلش وتهدي اعضاءك واعصابك وما تقعدش تقول ده ده اللي كتب الاهلي ملتشها ومش عارف ايه ملتشت الجميع يا ابني انت لما بتاخد واحد بتاخده لان هو كف يقدر يشتغل ويقدر يقود ويقدر ينجح ثم القرار مش قرار محمود الخطيب قرار رئيس قناة النادي الاهلي مش قرار محمود الخطيب عمر اهو قاعدة يا عم عمر يا عم عمر جمهور طلبك يا عم عمر اتقطع علينا يا عم عمر زبط نفسك يلا البس تشيرت الاهلي الجديد يلا ماشي البس تشيرت الاهلي وتعالي فاللهما صالح سيدنا النبي ايه الحكاية بتاعت قناة النادي الاهلي عشان الناس ما تحملش الخطيب ما لا يطيق اول حال ايه كان الخلاف للسنوات الماضية الخلاف ان فيه ميكس في الادارة بين النادي وبين الشركة الرعي اللي هي شركة بريزنتيشن اللي كان بيقودها الاستاذ محمد كامل انا زاك قبل تولي الاستاذ منتصر دلوقت اللي خدت القناة هي شركة لايف احدى الشركات المنبسقة من شركة استادات اللي بيقودها او رئيسها التنفيذي محمد كامل لما خد القناة من مسألة الوحدة الاقتصادية والفرع اللي هيتعمل الخمس اللي هيتعمل في رؤسر وحمام السباحة والحكاية والرواية كان بتكلم في جزئية واضحة مهمة جدا انت عاوز تدير ولا ندير يا انت الدير يا ندير ونقسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ضرب اقتصاد انت ليه كنادي اهلي نقل كل مبارياتك نقل الفرق الناشئين الالعاب الفردية والجماعية والتدريبات ومسح شامل لكل النادي واي حاجة اهلي تبقى موجودة في القناة خلصنا دي جزئية اتنين ان هيبقى فيتة طول للقناة ووجوه جديدة وحكاية ورواية تلاتة قل لي فكرك ايه وسياستك ايه لكن انا اختار مين ينفذ وكيف ينفذ فالنادي الاهل يقول لك اكد على